اشتركوا في القناة اذا كان الصوت والصورة واضحين ولا لا الصوت والصورة واضحين ولا لا وبعدين نكمل مع بعض اللايف اهلا وسهلا بكل الناس اللي معنا في اليوتيوب والفيسبوك النهاردة بنتحرى شروق شمس سبعة وعشرين رمضان فاضل خمس دقايق على شروق الشمس خمس دقايق قبل شروق الشمس في مكة وان شاء الله نتأكد ونتحرى اذا كانت ليلة سبعة وعشرين رمضان الليلة اللي فاتت كانت ليلة القدر ولا لا الصوت والصورة واضحين شكرا جزيلا لكم عايز الناس تقول لي انتم تابعيننا منين الناس تكتب لنا يا جماعة انتم تابعيننا منين علشان بسرعة هنقول لكم شوية معلومات سريعة كده الناس يا جماعة يقولونا انتم تابعيننا من محافظة ايه مش من بلد ايه يعني احنا خلاص عارفين البلد انت قلنا بس المحافظة واحنا عارفين من جدة اهلا وسهلا من مصر من الاسكندرية وقولولي الناس على الفيسبوك انتم منين بتابعونا من قنى من فلسطين من الجزائر بسمة ومن راس البر السيد واحمد جاد من اهلا وسهلا يا ابو حميد الصوت مية في المية طيب الناس اللي على الفيسبوك اكتبوا لي المحافظة اللي انتم منها القصيم ومن اللي من القصيم عماد اياد من القصيم بيقول لي ان الشمس اشرقت كان فيها شعاع احمد جاد من الاسماعيلية ويقين من القاهرة ويلا نتعلم حاجات ده من الاسيوت وتيارت ده عياش فايزة اهلا وسهلا بكل الناس اللي معنا عماد من الجزائر اهلا وسهلا قلولي كمان منين من فلسطين ننتظر الشروق زينا بالزبط ده محمد جواد ربنا يا رب يعني يكون مع اهل فلسطين الناس النهاردة دعت لفلسطين كتير جدا جدا في الحرم ربنا يا رب يتقبل وينصرهم اللهم امين السيد بيقول لي وحشني كل سنة بستني التحريب بتاعك من راس البر شكرا يا ابو السيد اسيوت دي زهرة الرحمن واسلاح السيلح مش عارف اسمه ايه بس من جدة وام يوسف قاسمي من الجزائر اهلا وسهلا بكل الناس اللي معنا من مكة من تلمسان حلو في ناس كتير جدا من الجزائر ما شاء الله وانا عارف ان الجزائر لسه شوية عن الفجر يعني في الجزائر لسه باقي حاجات بسيطة عن اذان الفجر فالليلة لسه مستمرة في الجزائر طيب الليلة اللي فاتت من مكة احنا النهاردة في مكة يا جماعة عايز اواريكو بس اواريكو حاجة مهمة جدا بصوا الناس اللي على الفيسبوك الاول دي مكة من فوق اهو يا جماعة الناس اللي على اليوتيوب طاها من بسكرة اهلا وسهلا يا طاها في شوية صحب اه بس مش هتحجب رؤية الشمس يعني الصحب اللي قدامنا دي مش هتحجب رؤية الشمس اللي انتم شايفينه قدامكم ده سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب ده الحرم ده برج الساعة والحرم على طول قدام برج الساعة الناس يا جماعة اعملوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لاكبر قدر من الناس والناس كلها تتابع مرة واحدة شروق الشمس. اعملوا لايك وشير علشان مرة واحدة الناس تتابع شروق الشمس الليلة دي مهمة جدا جدا. شروق شمس سبعة وعشرين رمضان عشان نتحرى الليلة اللي فاتت. الليلة اللي فاتت ليلة سبعة وعشرين رمضان. هل كانت ليلة القدر ام لا? هنتأكد مية في المية دلوقتي. مية في المية ان شاء الله. اه انتوا شايفين السحب. هنعرف الناس شايف السحب. الناس مع انا اه سبعمية وشوية في اللاي Compared to the video. اعملوا like double like jadi video. اعملوا share علشان الفيديو يوصل لأكبر قدر من الناس. وشكرا جزيلا الناس الجميلة اللي بتعمل لنا like share. وهيه يعني الناس اللي بتقدر الميجودات اللي احنا بنعملها. بس الله احنا بنعمل موضوع بحب. بغض النظر عن اي حاجة. طيب اتمنى ان المكان ده يكون مكان مميز جدا لان الحمد لله بعد فترة من التدوير كبيرة المكان ده رائع جدا جدا ان احنا نشوف منه شروع الشمس. يعني واحد من ارواع الاماكن. بصراحة شايف بين الجبلين دول لو انتم شايفين في نص الشاشة بالزبط في جبلين صغيرين كده اهو الناس اللي على اليوتيوب انا زومتلك بس هارجع في الزوم شوية. المكان اللي بين الجبلين دول هو اللي هتشرق منه الشمس الزبaciones اللي على الفيسبوك اهو المكان اللي بين الجبلين ده الحتة الصغانطوطة اللي في نص الشاشة بالزبط دي هي اللي هي هيشرق منها الشمس. الشمس هتشرق من هنا بالزبط. طيب انا سعيد جدا بالناس اللي بتعمل لايقات اشكركوا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكل الناس اللي بتعمل لايك وشيري للفيديو علشان يوصل لأكبر قدر للناس قدامنا اقل من دقيقتين. المفروض دقيقتين بالزبط والشمس تشرق في مكة دقيقتين بالزبط والشمس تشرق في مكة. لاجواء يا جماعة في مكة عظيمة 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 عظيمة. طيب بعد الشروق بثلاث دقائق شعاع قوي ده فين? اللي بيقول لي كده ده فين? بعد الشروق بتلت دقائق محمد الشرعان. قولوا لي يا جماعة انتم مكانكم فين? الناس كمان اللي ما شاء الله في ناس على فكرة كتير جدا لدرجة من الهند. في ناس بتبعث لي من الهند صور شروع الشمس قبل اكتر من ساعة من شروع الشمس عندنا في في مكة. قبل اكتر من ساعة. بس طبعا انا بحب بشوف كل حاجة بعناية. يعني الموضوع ان انا هشوف اللقطة بعناية دي حاجة مهم. محمود جبالي من العراق. قال انو سالان محمود بيقول لنا انو شاف شروق الشمس شافه بشعاع قوي. طيب احنا مستنيين الشمس اول ما تظهر عندنا. احنا على ارتفاع كبير جدا يا جماعة. كبير جدا. فالحمد الله المكان ده مميز اوي اوي اوي. بس تشوفوا الجبال قد ايه? الجبال في مكة يعني حاجة رهيبة. حاجة رهيبة. قد معانا الف في اللايف. فياريت الناس اعملوا لايك يا جماعة الفيديو وشير علشان يوصل لاكبر قدر من الناس. تعتقد انها ليلة القدر? ده سؤال مهم جدا. اقول لكم اعتقادي قبل ما اشوف الشروق. اعتقادي ان الليلة اللي فاتت ما كانتش ليلة القدر. ما مش عارف يعني مش عايز اصدم حد. بس الليلة اللي فاتت اعتقد انها ما كانتش ليلة القدر وهنشوف. اسألني ليه? هقولك على حاجتين. اه في ليالي كانت قلطف كتير من الليلة دي. في ليالي في في رمضان في الكم ليلة اللي فاتهم. كانت قلطف في الجو. مبارح في الليلة اللي فاتت. ليه ليلة 27 في مكة. انا كنت حاسس ان الجو حر قوي. وارطوبة. حر وارطوبة كده. كان الجو حر فعلا. عن الليلة تانية كانت جو فيها عظيم. فانا حديث النبي عليه الصلاة والسلام واضح ان الليلة دي طلقة سامحة. لا حرة ولا باردة. لازم الليلة ما تبقاش حرة. لكن ممكن تبقى الليلة مش حرة ولا باردة وبرده ما تبقاش ليلة القدر. لكن صعب ان الليلة تبقى حرة قوي. وفي الاخر تبقى ليلة القدر برضو. تفهم ازاي? صعب الليلة تبقى حرة قوي. وتبقى ليلة القدر برضو. فانا عشان كده منتظر. وجيت من بدري بدري بدري. عشان اعرف وتأكدني في ان اشكرك يا زري. حبيبي يا زري والله ادعيت لك كتير جدا جدا. يعني ربنا يتقبل يا رب. ربنا يتقبل يا زري والله. وان شاء الله تكون قريب موجود في الحرم انت وكل السامعين الله ومأني. طيب. واحد تاني هو بيقولني انه كان حاسس ان درجة الحرارة بسم عدنان بتقول نعم انا تاني الجزائر كانت حرارة. طيب. قلولي انتو الجاو عندك وكان مطيف ولا لا بس خلي بالك يا جماعة. انا انا دي دي حاجة من عندي. مش مفيش عليها دليل يعني. انا بقيس على ام القرى. يعني بقيس الليلة طلقة سامحة هنا في مكة. ليه? لان اكيد في القطب الشمالي الجاو مكانش حر يعني اكيد الجاو كان يبقى ساعة برضو. واكيد في اماكن تانية الجاو فيها كان كويس. بس انا بقيس في مكة ليه? حديث النبي عليه الصلاة والسلام واضح. فلازم الجاو يبقى في مكة ظريف. يعني لازم الجاو يبقى في مكة حلو. عبدالله بيقول لي الجاو لطيف البارحة ليلة البارحة حلو. انا بس انا بقول لكم وجهة نظري يعني يا جماعة. وجهة نظر. ان الجاو امس في مكة ما كانش احلى حاجة. حتى اليوم. لان انت اليوم بالنهار كان برضو الشمس الساعة تمانية تسعة كده. جو كان حرة قوي. الشمس ما كنتش قادر عليها. وبعدين بالليل كان في شوية رتوبة سنة رتوبة. وشوية يعني ايه حر شوية. فكان في ليالي احسن منها بالنسبة لي في الجو. عشان كده بقول لكم ان انا مش حاسس ان الليل اللي فاتت. كانت ليلة القادرة تبعا للجو. لكن الله اعلم يعني. ما تضمنش. فاحنا قدامنا داية. المفروض ان الشمس اشرقت دلوقتي على فكرة يا جماعة. المفروض ان الشمس اشرقت دلوقتي في مكة. حالا الشمس اشرقت. لكن عشان الجبال فاحنا مش هنشوفها الا ما تطلع شوي. سنة بتقول بالله عليكم ادعوا البنتي بالشفاء التام الذي لا يغادر سقما انفطر قلبي عليها لا حول علاقة الا بالله. اللهم اشفيها رب شفاءا لا يغادر سقما ادعوا لابنة اه سنة يا جماعة ان ربنا يشفيها شفاءا لا يغادر سقما الله يشفيها ربنا. شفاءا لا يغادر سقما اللهم امين. طيب اه احنا شوفوا. حتى النهاردة مهما كان الشروق ان شاء الله احنا بنعمل في اخر يوم حاجة كده عن كل الليالة. يعني انا بجيب لكم كل الشروق. واقول لك انه شروق كان الارجح ان هو يكون شروق ليلة القادر. لكن انا قلت لك على احساسي بالامس. احساسي امس ان الحر او الجو كان صعب شوية عن الليالة عدت. يعني ليلة تلاتة وعشرين ليلة خمسة وعشرين كان فيه جوه احسن من ليلة سبعة وعشرين في مكة. بصراحة. كان الجوه احسن. فعشان كده انا مش عايزة بالغة. وقول لك الليلة نبارح ومش عارف ايه. لأ الجو كان حر نبارح في مكة. اي حد في مكة عارف اللي انا بقوله بك. طيب اه الناس اللي معانا في اللايف اعملوا لايك يا جماعة للفيديو وشير علشان يوصل له اكبر قدر. والناس اللي على اليوتيوب ما بيعملوش لايك. اعملوا لايك يا جماعة. عشان الفيديو يوصل لأكبر قدر من الناس. اه الناس اللي بتقول لي ليالي فردية وليالي زوجية خلينا اتكلم نص دقيقة في الموضوع ده. في ناس يا جماعة شغلة بالها قوي ان لأ ما تعملش في الليالي الفردية اللي انتو بتتكلموا عن الليالي الفردية والليالي الزوجية. ما تركز ارجوك في الليالي فردية وزوجية. رمضان كله عطق من النار. كله رحمة وكله مغفرة. كل ليلة لربنا سبحانه الله وتعالى عتقاء من النار. فما تفوتش الليلة بتاعتك وتقعد تقول اصل اصل دي ليلة زوجية اصل دي ليلة فردية. ما تعملش كده خالص. ركز ركز في الليالي عشان ربنا يغفر لك. اقول بقى حاجة مهمة جدا جدا جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال من ادرك رمضان ولم يغفر له. ده خابة وخسر. خابة وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له. معلش انا اسف انت ضايع. اللي هيجي رمضان ويجي عشرة اواخر ويجي ليلة تقادر ويجي الليلة الاخيرة اللي فقه عطق من النار. وانت ما قلتش يا رب. ما دعيتش. ما بكتش لله انت روحت في دهيا حرفيا. انت خابة وخسر. النار بيقال عليه كده. فانتوا يا جماعة ما تفوتش رمضان ولا ليلة. ليلة القادر لسه جايع ممكن. والله ممكن. احنا الليلة اللي احنا ما شفناش كويس كانت ليلة خمسة وعشرين وليلة آآ تلاتة وعشرين لان كان فيه غيوم رهيبة. في ليلة تلاتة وعشرين وكان فيه مطر والدنيا كانت يعني حاجة حاجة فضيعة. فعشان كده بقول لكم آآ اجتهد لان الليالي كلها ليلة قادر. الليالي كلها ليلة قادر. بس ده اللي انا قدر اقوله لكل الناس ومحدش يفرط في الليل. طيب احنا كده بدأنا خلاص نشوف شروع الشمس. بدأنا نشوف شروع الشمس في حتة ايه? سحابة كده قدامي الشمس على طول هزوم لكم سنة. عشان نجي للشمس اول ما تطلب. الناس اللي على اليوتيوب وبيسألوني يزوم اهو زومت سنة. حد شايف اي اقضاءة. قلولي كده لو انتو شايفين. عايز اأكد للناس. ده شروق شمس. ده اللي قدامنا ده شروق شمس سبعة وعشرين رمضان من مكة. احنا موجودين في مكة اهو يا جماعة. شروق الشمس دلوقتي حالا. والشمس قدامنا بتشرق ايه? وهنبدأ نشوف ازا كان الشروق ده شروق شمس ليلة قدر ولا لا? فركزوا معنا دقايق بسيطة جدا. وهنعرف ازا كان ده شروق شمس. ليلة القدر ام لا? بنا نركز كده. في شروق الشمس. وان شاء الله ان شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم كل اعمالنا الصالحة. اللهم امين يا رب العالمين. طيب. انا انا قلتلكم بالامس انا قلتلكم من شوية ايه? قلتلكم ان انا حاس من الليلة اللي فاتت لم تكن ليلة القدر. لكن ان شاء الله ربنا سهل تكون ليلة القدر لسه جاية. الناس طبعا كل ليالي رمضان ليالي عظيمة. طيب اه. قلتلكم يا جماعة ان الليلة اللي فاتت الجو كان حر جدا. وكان رطوبة عالية. وانا من من وقع التحري اللي انا عرفه انا بجيبلكوش سيرة الليالي خالص. انا بجيبلك بس بعد الليلة ما تخلص شروق الشمس. لان شروق الشمس اصدق تعبير. اصدق حاجة تعرفك اذا كانت ليلة قدر ولا لا. خلاص. فانا اه النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الليلة دي سمحة انطلقة لا حرة ولا باردة. ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن ليلة القدر. فلو جات الليلة كانت حلوة مش لازم تكون ليلة القدر. لكن لو جات الليلة حر حر جديد دي مش ليلة قدر مية في المية. فانا بقول لك امس مبرح بالليلة يا جماعة في مكة الجو كان حر جدا. وكان رطوب عالية. وانا انا في مكة بقالي في فترة مش النهاردة ولا مبرح. فانا حسيت جدا جدا باختلاف الجو في الليلة دي للحرارة. مش للجو الحلو. حسيت ان الجو حرارة اكتر. بصراحة. فين في مكة الجو كان حر. طيب اللي قدامنا ده انا لسه ما شفتش قرص الشمس. لكن انا شايف اشعة. ما شفناش قرص الشمس لسه. لكن شايف اشعة وشايف توهج. يعني انا شايف اشعة وشايف توهج من اللي قدامي. اجزم بقى ان بقى اي حاجة لأ لسه ما شوف قرص الشمس اتكلم. اخنا شايفينه ها جماعة تحس ان في تحس ان في شعاع لكن لا استنى لازم تشوف الشمس ما تضمنش. لكن في اضاءة اه في اضاءة. في اضاءة وفي اشعة قوية واضحة جدا جدا. واضحة جدا جدا ان في اشعة وفي اضاءة. لكن انا هصبر لغاية ما شوف الشمس تماما. وهم اقول لكم كلمتين مهمين. لازم ارص الشمس كامل اشوفه. وبعد كده نتكلم ازا كانت الليلة اللي فاتت دي يبقى ليلة الادر اقول لا لأ لكن ازا ما كانتش ليلة الليلة اللى اللي فاتت وانا اراجح ان إن يا مش ليلة القادر تماما يبقى ليلة القادر ممكن تكون لسه ليلة 28 او ليلة 29 really ηanha. وابقى ايه يا معلم. في حاجة مهمة قوي في الموضوع ده في ناس اجتهدت قوي في ليلة 21. وقال لك الله ده بممكن مكونش اي اجتهده تاني قوي في ليلة 25 الله. ده ممكن ما تبقاش هاية. اجتهد موت نفسه في ليلة 27 و فما طلعتش هي برضو. فقام جاي في الليلة التسعة وعشرين خلاص نام بقى وليلة تمانية وعشرين نام. واخر الليلة في رمضان نام. فما بلغش ليلة الام. خلي بالكم. طيب هنقول لكم القصة دي بس بعد ما نشوف الشمس مباشرة. كده الشمس انا شايفها بعناية. انا شايف جزء من الشمس بعناية يا جماعة. وخليني اقول لكم انا شايف بعناية ايه? وهعمل لكم زوم دلوقتي حالا. انا شايف بعناية شعاع فظيع. الشمس اشرقت بقالها خمس دقايق بالزبط. وهنا ظهرت قدامنا الاول مرة. انا استحالة اقدر ابص للشمس. استحالة اقدر ابص للشمس. استحالة. ازوم لك بقى على اليوتيوب الاول. اهو. شايفين ايه يا جماعة? شايفين ايه على اليوتيوب? تعال اما نزوم على الفيسبوك. ثانية واحدة. اهو. هل شايفين اشعة ولا لسه مش شايفين اشعة? انا بالنظر للشمس ما اقدرش ابص. يعني خليني ازبط لكو شوية الاضاءة في الفيسبوك. اهو. استحالة اقدر ابص للشمس. طيب يا جماعة بعد خمس دقايق من شروق شمس سبعة وعشرين رمضان في مكة. انا بنظري دعنية بقالي عشرين سنة بتحرى ليلة الادر. الليلة اللي فاتت لم تكن ليلة القدر. اللي قدامنا ده شروق شمس سبعة وعشرين رمضان. لا يمكن تكون ليلة الادر مبارح. لا يمكن الشمس تخرج حمراء شديدة وشروق ساطع في العين مستحيل تكون الليلة اللي فاتت ليلة الادر. خلاص? بنسبة مية في المية ليلة الادر لم تكن الليلة الماضية في مكة. ليلة سبعة وعشرين رمضان لم تكن ليلة القدر. خلاص يا جماعة? مية في المية ليلة الادر ما كانتش ليلة سبعة وعشرين رمضان. مية في المية. واحد يقول لي ايه كده ليلة الادر راحت علينا? لا مراحيتش علينا. مراحيتش علينا والله. ان شاء الله مراحيتش علينا. طيب. الشروق اللي قدامنا ده هستنوا على الفيسبوك كده اوريكم حاجة مهمة. بصوا يا جماعة كده انتوا بدأتوا تشوفوا على الفيسبوك. شايفين الاشاعة عاملة ازاي? انا معرفش بص للشمس اللي من خلال الموبايل. مش قادرة بص على الشمس خالص الا من خلال الموبايل. في توهج رهيب في الشمس والتوهج ده ينتفي معاه مستحيل مستحيل تكون ليلة الادر. ليلة سبعة وعشرين رمضان مستحيل تكون ليلة الادر. خلاص? ده شروق شمس. سبعة وعشرين رمضان من مكة. اللي قدامنا ده مش شروق ليلة ادر. خالص. ليلة الادر ما كانتش بالامس. طيب الناس اللي اجتهدت في الليل اللي فاتت وكانوا مستريحين ومبسوطين. مليون مبروك يا جماعة الليالي كلها. حتى الليلة. حتى الناس اللي اجتهدت النهاردة وكانت مبسوطة النهاردة. مليون مبروك ربنا تقبل منك. اقعد فكر ان ربنا مش هتقبل منك. اللي عشان هي ليلة ادر بس. كل الليال اللي جاية في رمضان واللي فاتت عظيمة. اي ليلة انت اجتهدت فيها عملت فيها خير ربنا بيتقبل منك. بينعكس على نفسيتك بتحس انك مستريح. فتحس ان في قبول فربنا تقبل منك. فمبروك دي ليلة ادرك. خلاص? فالناس اللي اجتهدوا بقى. وليلة الادر ما جاتش استمر في اللي اجتهد. طبعا الشمس طلعت دخلت في السحاب او السحاب ده على الشمس. فاحنا كده معنا شايفين الشمس خلاص. لكن انا بأكد لك مية في المية. ليلة الادر عشان ما طولش على الناس. الناس اللي كانت قاعدة مستنيها. الليلة اللي فاتت ما كانتش ليلة القدر. الليلة اللي فاتت ما كانتش ليلة القدر. وبنسبة كبيرة جدا ليلة القدر ما زالت باقية. فما تضيعش كل اللي انت عملته وما تدركش الليلة في الاخر. اعمل كل حاجة لسلك ليلتين في رمضان. ليلة ليلة تمانية وعشرين وليلة تسعة وعشرين مفيش حاجة اسمها ليلة تلاتين رمضان يعني مفيش حاجة اسمها كده يعني ما اعتقدش بس لو في تلاتين رمضان وباية ليلة تلاتين رمضان هتبقى اخر ليلة في رمضان فدي فيها العتق كله فيعني ايه الناس ما الاكتهدت تستمر في الاكتهد اهلا وسهلا حمد يشاجع معانا جاي بعد عشر لم تكن ليلة القدر 100% بتهزة 100% يعني هتجي اونة في مصر هتجي اونة في مصر يا عام ليه الله اعلم قد يكون كانت خمسة وعشرين او ثلاثة عشرين احدش عارف لكن الله حسنك اتعالي ليلة 29 وتقول لهم لان تكن ليلة لا 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 استنى الليلة اللي فاتت يا جماعة خلاص احنا تأكدنا ما كانتش ليلة القدر لكن فاضل عندك ليلتين اوعى تفوت الليلة بس انا قلتلك اوعى تفوت الباص عشان فيه سفر للناس لسه دقيقين دقيقين يا جماعة وهنقفل اللايف لكن احنا اكدنا لكل الناس ان الليلة اللي فاتت عشان الناس اللي لسه دخلها دلوقتي ليلة امس لم تكن ليلة القدر لكن ما تفوتش الفرصة عما نقلب الكاميرا اقول لكم كلمتين مهمين الناس يا جماعة اللي اجتهدت اللي اجتهدت طول رمضان اوعى تفوت الفرصة وتروح تنام لسه ليلتين لسه ليلتين واحدة فيه ان شاء الله ليلة القدر خلاص؟ ان شاء الله بنسبة كبيرة فاوعى تفوت الفرصة بس هو ده اللي انا اقوله لك الناس اللي اجتهدت معانا من اول رمضان ما تفوتوش فرصة ان انتوا تبلغوا ليلة القدر القدر الناس اللي بتقولي باقي 3 ايام ماشي اخر ليلة في رمضان دي قصة تانية خالص هحكيها لكم يعني اخر ليلة في رمضان دي قصة تانية خالص هنحكيها مع واحد وبعدين ممكن يكون رمضان 29 يوم فيبقى لسه ليلتين بس ليلة 28 وليلة 29 فانت الحق من دلوقتي خلاص؟ نعمل حسابنا ان لسه ليلتين نموت نفسنا فيهم وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ليلة 27 رمضان اهو الشروق من مكة الشمس لم تكن شمس ليلة القدر شفنا الشمس وخلاص وعدت وشفنا الاشع قوية جدا جدا فخلاص اشكركم شكرا جزيلا مش هستطور عليكم اكتر من كده ان شاء الله ان شاء الله نشوفكم بكرة في نفس المعاد لايف بس الليف مش هيكون من هنا بقى هيكون من على مكان تاني ان شاء الله لكن من هنا بأكد لك ليلة القدر لسه مجاتش يلا شكركوا شكرا جزيلا واتصبحوا على الف خير وربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله صالح الاعمال لا اشتركوا في هذا الوقت وشكرا جزيلا